إعادة النظر في نظام التكوين الجامعي ألامدي وإصلاح شامل الخدمات الجامعية مع فتح مجال الاستثمار في القطاع أمام الخواص قرارات وأخرى تمخضت عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أمر من خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة شاملة لنظام التكوين في الجامعات الجزائرية في خطوة للإصلاح ووفقا لما أمر به رئيس الجمهورية سيتم فتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين في قطاع التعليم العالي لإصلاح نظام الألمدي وهذا بعدما سبق للوزارة أن باشرت منذ حوالي شهر في مشروع إصلاح ميادين التكوين وتوحيدها مع إعادة النظر في سنوات التكوين ورفعها إلى أربع سنوات في نظام الليسونس في إطار برنامج عصرانة الجامعة وفي إيجاء جديد لتسهيل عودة الكفاءات المهاجرة إلى الجزائر سيطلق القطاع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية لمعادلة شهادات الجامعة الأجنبية بصفة آلية لحاملها من الجزائديين تهدف هذه المبادرة حسب بيان الاجتماع إلى تسهيل عودة الكفاءات وخبرات الطلب والأساتد القادمين من الخارج والاستفادة من تكوينها العالية وفي السياق ذاته وتكملة للإصلاحات أمر الرئيس ولأول مرة بفتح التمويل البنكي للخواص للاستثمار في إنشاء جامعات خاصة لسيما أن دفتر الشروط القديم يخص إنشاء مؤسسات تكوين عال وفي الشق الخدمات شدد الرئيس على ضرورة بعث إصلاح شامل لقطاع الخدمات الجامعية من حيث الكيف والكم إصلاحات تفرض نفسا جديدا للتماشي مع المستجدات العالمية لنظام التكوين العالي وخلقوا ظروف ملائمة للإنتاج والتطوير